بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابي وآله أجمعين إن شاء الله نبدأ اليوم بمحاضرتنا لمادة الأدب للمرحلة الأولى طيب طلابنا العزاء نحن بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الأدب تعريف الأدب ولماذا ندرس الأدب هذا سؤال ممكن يجيك بالامتحان هو فروع أو أنواع الأدب الدراما والبروز والبوتري شرحناهم أيضا بالمحاضرة وقلنا أكو أنواع رئيسية للأدب بعدين شرحنا هسا بدينا اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن الأجهزة الشعرية شنه يعني الأجهزة الشعرية الأغراض الشعرية ها 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 هسا رح أعلمكم شنه هي من أقول أجهزة شعرية اللي هي البوتري ديفايسيز أو الفيجرز أو في سبيج يعني معناها الخصائص الشعرية يعني معناها الشعر رح تلقى بيه خصائص وراح تلقى بيه مميزات شنه هي الخصائص والمميزات اللي هي اللي هي التناقض والسيملي التشابه رح ناخذهم وحدة وحدة وراح أعلمكم شلون يجي بالامتحان أول نقطة عندنا بالكتاب موجودة ومهمة كلش كلش مهمة اللي هو السيملي شنه يعني السيملي تعريفها انتبه ويا وقرو ويا يلا عيدوا قراءة ويا على موضي صير اللفظ ماردكم أقوى لأن أدريت أدري بكم ومقضيتوها وكلتها لدرسون قواعد بالسادس والدورون المدرسين هذول اللي يدرسونكم على اليوتيوب هذول اللي اللي بس يدرسونكم قواعد قل لك يا بس سيملي أول شغلة سيملي هذا تلفظ سيملي شنه يعني سيملي هي مقارنة لشيئين غير متشابهين أشياء غير متشابهة أشياء غير متشابهة مو معنى لا يحب غير متشابهة بعناهم باستخدام الكلمتين لك وآس انتبهوا على يزين وركزوية شوية شوية رح تفهمون إن شاء الله باستخدام لك وآس من نشوف لك وآس هاي سيملي أشبه شي بشي باستخدام اللايك وآس مثال عليها الحياة هي كأنها صندوق من الشوكولاته شبهنا الحياة بأنها صندوق من الشوكولاته الفتاة جميلة كالزهرة شبهنا الفتاة بالزهرة استخدمنا اللايك وآس إذن من تجين قصيدة واشوف بها لايك وآس راح أقول عليها بيها سيملي راح أقول عليها بيها سيملي هذا هو السيملي هذا الشرح يشمل كلية الآداب وكلية التربية وكلية اللغات وكلية التربية الإنسانية الأساسية كل الكليات نفس الشي ماكو فرق مادة الأدب نفس الشي تاخذونها بكل الكليات وكل الجامعات الآن آداب نفس الشي هي نفس الشي شن الفرق ماكو فرق هي هاي مادة أدب هي اسمها مادة أدب موجودة بكل الجامعات وبكل الكليات الاختلاف يكون بعديا بالقصائد بعديا أما الآن فنفس المادة الأساس نفس المادة بأي كلية بأي جامعة بالعراق بكل دول العالم نفس الشي الأدب نفس الأدب هاي السيميلي والميتافور موجودة روح أكتب على اليوتوب راح تلقاها فموكو فرق كلكم انتبهوا إياي وهذه الملزمة تشترونها من المكاتب راح أنزلكها من المكاتب ومنين تشترونها لاحد يقول لي ملف في دي افلين ما موجودة فقط موجودة ورقية تاخذها من المكتب ورقية تقرأ عليها على هذا الشريح اللي أنا قاعد أشرحها ونشرتها بالقناة وراح أرجع النوب أنشر مرة أخرى وين المكاتب اللي تبيعها المكتبة سعرها رخيص ترى لا تتخيلها أدري بكم ما ستتخيلون قاعد أربح منعدكم ملايين الله وكلكم ومحمد كفيركم شاهد رب وعليه هذا ترى فلوس المكاتب المكاتب يتربح أنا ما أربح شيء يعني غير الاستنساخ ترى ماكو هسا هاي الملزمة اللي تسحبها أنت من أقرب مكتبة عليك وتصير عليك 8000 دينار ملونة تشتريها من المكتبة ب6000 يعني أول مكتبة أرخص أرخص من التسحبها يمك لأن هاي ملونة حمدين بيحها ملونة ب6000 أو المكتبة بيحها أنا ملع لا قال لا عندي مكتبة ولا عندي أي شيء تشترونها ما يبوي المكتبة زين عيني وآخص من الملازم السادس مزمت السادس مو 25 ألف 30 ألف قاعد تشترونها والله العظيم أكو ملازم قام يبيعونها باربعين ألف هاي ملازم المغرب باربعين ألف باربعين ألف تشتريه وكش موازف تهم من عده يلا أخوه ركزوا يال أخذنا السيميلي يلا أخذنا السيميلي يلا من يطينا مثله بس ما مرتبه شيء بالكتاب ما مرتبه شيء طلاب أنا مرتب لكم إياها وملون لكم إياها طيب هسا رح نجعله في شيء سمونا الميتافور شيني يعني ميتافور أكمبرزن أوفتو اللايك فنجز وداوزن ولايك وراز شيني يعني ميتافور يعني معناها هو تشبيه شيء بشيء بدون ما تستخدم اللايك وراز الميتافور تشبه شيء بشيء بدون ما تستخدم اللايك وراز ماي ماذر is an angel أمي ملاك أمي ملاك شبهت أمي بالملاك بس أنا ما استخدمت اللايك وراز ما استخدمت اللايك وراز طيب اللايك وراز الهوتيل is a moon هذا الفندق شبه والله هذا هذا مو فندق هذا 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 كذا شبه شيء بشي ماذا نقول واحد يقول والله يعني يعني الفتاة زهرة الآن شبهت شيء بشي بس ما استخدمت اللايك وراز إذا تستخدم اللايك والراز هذا يسمونه simili يسمونه simili طيب زيان هذا الميتافور أخذنا الميتافور قل لك أعرف للميتافور وانطيني عليها مثال بالامتحان ليش تجيك قل لك أعرف للميتافور وانطيني عليها مثال شنه يعني ميتافور أشبه شيء بشي بدون ما استخدم اللايك والراز سهلة بسيطة كل شما يراد ترى مو علم ذرة هو أمي ملاك شبهت أمي بالملاك أمي مثل الملاك شبهتها بس ما استخدمت اللايك والراز بس money the time is the money أو money is the time شبهت الفلوس بالوقت الوقت من ذهب يعني الوقت هو الذهب زيان من ما استخدم من أشبه شيء بشي بدون ما استخدم اللايك والراز هذا اللي أسميه بالميتافور هذا اللي أسميه بالميتافور أكو طلاب بدأ يجوابوني بدأ يسألوني بالتعليقات أستاذ المحاضرة مسجلة نعم المحاضرة مسجلة وتنزل على اليوتيوب قناة اليوتيوب أين هي نزلتها بالقناة مالتو تليجرام تدخل على الرابط تشترك بقناة اليوتيوب على مود كل يوم كل ما ينزل فيديو تشوف المحاضرة مسجلة وبعدين ثاني يوم أساوي لكم امتحان أساوي لكم امتحان طيب نجي آخر ثالثا عندنا شنه معنى يعني تجسيد شنه معنى تجسيد التعريفة هذا مهم It is giving of a human quality quality ويايقا It is giving of human quality to an animal object or idea هو إعطاء صفات بشرية لأجلكم الله لحيوان أو جماد أو فكرة أو أي شي تنطي صفة بشرية يعني شلون يقول The sea told me this story القصة البحر أخبرني قصة يعني أنا البحر خليته يسولف البحر خليته يسولف وهاء السوال من اللي يسولف البشر اللي يسولف إذن نطيتها صفة بشرية إذن لو جاني سؤال قال لي ش موجود عندي بهذه القصيدة راح أقل له Perseanification ليش Perseanification لأن البحر ما يحكي خليته يحكي يسمونه التجسيد The Flower Darnest الأزهار وترقص لش هي الأزهار ترقص الأزهار ما ترقص إذن نطيتها صفة بشرية مثلا نقول مثلا نقول على سبيل المثال هسا حتى بالعربي نقول هيتشي حتى بالعربي وحتى بالعراقي نقول هيتشي يعني هواي هواي عدنا أمثلة إحنا نقولها أو سال في المثال أو أو المثل نقول يقول لك مثلا يقول لك الحايط عند ذان سامع يقول لك هذا الحايط عند ذان هذا شنوه هذا هذا personification تجسيد لشو الحايط يسمع الحايط ما يسمع بس إحنا سوينا لها تجسيد سوينا لها تشخيص personification لغرض الجمالية حتى نخلف شي جمال بالموضوع personification تجسيد شنو معنى تجسيد أنطي صفة بشرية لجماد أو حيوان لجماد أو حيوان مثلا نقول لك السلحفة حكت لنا حكاية روت لنا السلحفة هي تحتي هي ما تحتي السلحفة انطيتها صفة بشرية هذا اللي يسمونه personification تحفظ للتعريف وتحفظ مثال علي قل له هذا والله حيوان 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 الحيوان هو يرقص الحيوان حيوان مايرقص بس هذا شي يسمونه يسمونه personification تجسيد تشخيص يسمونه يعني يسمونه تشخيص طيب حسنتم يا أبطال زين هسا راح ناخذ فتش يسمونه contrast شن معنى contrast التناقب شن معنى تناقب the use of two opposite things or pictures sides by sides أعيد التعريف مرة أخرى the use of opposite things or pictures side by side هو استخدام شيئين مختلفين جنبا إلى الجنب يعني شنو يعني أقارن يعني أناقض الشيء متناقب يقول save money by spending it هاي شنو يقول اجمع فلوس من تصرفه شنو يعني تناقض اجمع 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 الفلوس من تصرفه يابا هي الفلوس أفوين هذا التناقض يسمونه contrast تناقض ها يسمونه تناقض هذا مثلا يقول لك مثال آخر التناقض مثلا واحد يحتي يقول يتكلم يقول everything is happy but I am sad كل شي بالحياة كل شي بالحياة سعيد إلا أنا حزين هذا تناقض هذا تناقض بين من وبين من بين السعادة والحزن واحد يقول واحد يحتي عن الموت والحياة تناقض ما بين الموت والحياة شيئين متناقضين واحد واحد حابت بنت وأمة تحبة أمة حبيبتها خلت لها خلت لها سم بالأكل أكله ومات فهذه قصيدة إذا رح ناخذها موجودة عندنا بالمرحلة الأولى هذا التناقض بين من وبين من بين الأم والحبيبة إن الأمة تحبة بس حبيبتها ما تحبة تناقض تناقض هذا يسمونه إذن هذا هو المقصود بالcontrast تناقض طيب ثانيا عندنا الامجري أيضا اللي هو الامج اللي هي الصورة شنو معنى امج افايفت ديسكريبشن يوس توفريديوس امنتل امج يقول لك هو معنى هو معنى استخدام وصف لتكوين صورة في الدماغ لتكوين صورة في الدماغ عن شيء معين مثال على ذلك يقول لك ملك سكم فروزن وأصبح الماء متجمدا الحليب متجمدا الحليب يش صار بيتجمد هاي صورة صورة ايش صورة الحليب أنه احنا بباننا اجانا صورة حليب متجمد نعم المحاضرة تنزل باليوتيوب إذن هاي هذا يسمونها صورة ذهنية حتى موجود عندنا بالعربي هم عندنا هاي الصورة منحافظ قصيدة محمد مهدي الجواهري دجرة الخير منحافظها قصيدة دجرة الخير منحافظها ها حييت سفحكي ها بعدكم اجداد على السادس يلا منحافظ القصيدة يقول يقول حييت سفحكي عن بعد فحييني يا دجرة الخير يا أم البساتيني حييت سفحكي ضمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطيني يقول حييت ليش سواها ليش سواها هاي الصورة على مودي وضح إنه شقد هو مشتاق للعراق محمد مهدي الجواهري فهاي يسمونها صورة image طبعا أضحككم شوية العام واحد بالمرحلة الأولى قال الأستاذ أنا نطيتهم مثال فواحد واحد قال الأستاذ ممكن تنطينا مثال بالعربي حتى نفتهم يعرفنا image شنو image هي الصورة لما تتخيل أنت صورة بذهنك هاي يسمونها الصورة نجعل فتش آخر يسمونها reposition يلا ياك شباب صدق كاف ضحك شو شلّبت انتو ما حد يقدر يحكوك مسافي يلا كافي ضلوا بس يضحكون عافوا المحاضرة انتو غلطانين عمي ترى إحنا مبرنامج شهد واحد هذا دورة هاي دورة صدق شذب عمي يلا طيب الآن عدنا repetition شنو repetition تكرار شنه يعني تكرار يعني أكرر الشيء أظل عيد بي repeating of sounds أعيد الكلمة ها قصيدة موطني يقول لك وأنت أنت يعيد وأنت أنت ليش داي أكد على فشيء معين موطني موطني يظل عيد بيها يعني داي يعبر عن حب للوطن والله شذب والله فلا واحد يحب الوطن والله أقسم يمين فلا واحد يحب الوطن تطلع بره شرب العصير وذب عصير بشارة تحب الوطن غير ما تسوى بس هي بعدها هي حفظوها حفظ repeating of the sounds تعيد الكلام يعني حتى تأكد على فكرة معينة ها مثل واحد يقول لك فلان فلان دراست 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 أقول لك بشر نجاه 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 لو يعبر عن أنه متحمس تنجح 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 يقول طيب طيب يعني يعيد بالكلام على موض يأكد شيء معين فإذا لقانا قصيدة بها تكرار راح نسميه هذا repetition راح نسميه repetition طيب استخدم صوت الحيوان أجلكم الله أو صوت الجماد the bong of gun the hiss of snake فحيح الأفعى the buzz of bee اللي هو صوت النحيل هذا لما نلقى أصوات الحيوانات راح نقول عليها أنامات رابية اللي هو محاكاة الأصوات يعني انهاك الصوت H بس لا أكثر ولا أقل اللي هو هاي صوت البوم هذا لما راح نلقى بالقصيدة هاي موجودة أيضا في القصائد راح ناخذها هذا يسمون أنامات محاكاة الأصوات من نشوف طبعا راح أقول علي يقول لك هذا صوت أنامات هذا صوت أنامات بعدين عدنا القافية القافية معناها التشابه باخر البيت ويب كيب هاي ويب كيب سي في دي لي هاي نهاية القصيدة لما نصير تشابه هذا يسمونه الرائم سكيم هذا يسمونه الرائم سكيم كذلك عندنا الأسنس اللي هو السجع شنو معنى السجع أي أن الأصوات العلة تشابه بنص الكلمة شوف لما هنا عندك فليش إي هذا صوت الإي بنص الكلمة إي لما تلقام بتشابه راح تقول علي هذا السجع راح ناخذ إن شاء الله بالتفصيل يلا مرة أخرى مرة أخرى انتبهوا يلا يا أبطال القافية تشابه بنهاية الكلام تشابه بنهاية الكلام القافية رائم سكيم الأسنس السجع هو تشابه في وسط الكلمات بنص الكلمة اللي لقيتها تشابه الإسجع الألتريشن التشابه ببداية الكلمات ذفروق ف دتلاحظون هذا صوت الأف شوفوش طانب متشابه أف متشابه هذا يسمونه الظرائشين هذا يسمونه الظرائشين هذا ليسمونه الظرائشين أف شوف أف 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 هذا يسمونه باللغة الإنجليزية ألتريشين طبعا هذا خلص الموضوع كل ذن المهمات عندنا أيضا بعض التعاريف بعض التعاريف هاي التعاريف أدبية راح نحتاجها أيضا ناخذها إن شاء الله بالدرس الجاي وراء ما ناخذ هذا الدرس نسوي لكم امتحان ونعلمكم شلون تقرون المادة هاي أسئلة شوفوا هاي أسئلة سؤال أول هذا سؤال الثاني راح ناخذه إن شاء الله كل الأسئلة ونسوي لكم بيهن امتحان أسئولكم أسئلة تمتحنون بيها وصليحلكم إياها بس أريدكم تقرون اللي ما يقرأ بعد ما أقبله بالدرس تمام